موسيقى تواصل جمعية الهلال الأحمر المصري تقديم جهود الإغاثة في دول الجوار الأوكراني للطلاب المصريين الذين عبروا الحدود تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وحرصه على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وأكدت وزيرة التضامن ونائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج أن الجهود مستمرة لدعم كافة المدارين من تلك الأزمة حيث يواصل الفريق الثاني في بولندا بالتوازي مع عمل الفريق الأول في رومانيا من خلال متطوع الهلال الأحمر المصري وتنسيق مع السفرة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين الذين خرجوا من أوكرانيا وعبروا الحدود إلى بولندا لنقلهم إلى المطار حيث كانت في انتظارهم الطائرة المصرية القادمة لإعادتهم إلى أرض الوطن أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيدور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن هذا وأكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف مع تمركز الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد نحو 25 كيلو مترا من قلب المدينة كانت وكالة رويترز الأنباء قد أفادت نقلا عن وسائل أعلام أوكرانية بأن القوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريبول فيما أشارت وسائل أعلام محلية في وقت سابق إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا بما في ذلك في المدنة الكبرى مثل كييف وأودسا وديمرو واخر كييف ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بأنه خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية جاء ذلك خلال اتصال التليفوني أجراه مع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس وأعلن كريملين أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف لوضع حد لما وصفها بالأعمال الإجرامية وأضاف كريملين أن بوتين ذكر لمكرون وشولتس ما أسماها الاقتيالات العشوائية للمعارضين واحتجاز مدنيين كرهائنا واستخدامهم كدروع بشرية ونشر أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية قرب مستشفيات ومدارس وحضنات أطفال أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أنه لن يستسلم وأن كييف ستواصل مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية في البلاد موضحا أنه بحاجة إلى منظومة مضادة للصواريخ وأكد زيلنسكي أن جزءا من مسؤولية الكارثة الإنسانية يتحملها الغرب بسبب عدم فرض حظر الأجواء معربا عن استعداده لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع روسيا وأضف أن فريقية التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلا من تبادل المطالب سيواني في ملتبا أوكومنتي تضعوا مرار ميزا Ивانا Федорова مرار السبب المرار يمكن أن يحتاجحون لم Wouldnاتيي ولمين فيها بضع أن هذا مضادر الزادية لقاموا في الحمد لم تتوقعنا على مطاقل وما يهمونهم أني أمرين عارضتهم بشار قد القدر حالي مستشعى أن نفسد في المخطال أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التزم بلادها بسيادة أوكرانيا وسلامت أراضيها ومواصلة تعزيز الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني للشعب الأوكراني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة أشعر بلينكين إلى أن الشعب الأوكراني يواده قصفا متزايدا من قبل القوات الروسية واستعرض الجانباني خلال الاتصال نتائج الاجتماع الثلاثي لكوليبة مع نظيره الروسي والتركي كما أعربا عن مخاوفهما حيال تصعيد روسيا حملاتها الإعلامية ضد أوكرانيا قال سردير يابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لاستئناف محدثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك وأضفها ريابكوف أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ما زالت مستمرة مشيرا إلى أن الكريملين لا يرى أي مؤشرات على استعداد واشنطن لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا كما أكاد ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعود سارية بسبب تغير الوضع حاليا بشكل تام اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من استمرار القصف الروسي على منشآت نووية في أوكرانيا لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث بعاث إشعائي حتى الآن وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية في تغريدة إن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات من مراقب الضمانات في تشيرنوبل أو زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود مؤشرات على تحرك القوات البيلاروسية داخل أوكرانيا وذكرت الوزارة في بيان أنها على علم بتقارير عن إطلاق صواريق من داخل الأراضي البيلاروسية نحو أوكرانيا وأوضحت أنه ليس لديها ما يؤكد ذلك وبدوره قال رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش إن بلاده ليست لديها خطط للانضمام إلى الهجوم الروسي لفتاً إلى أن نقل قوات بيلاروسيا إلى الحدود مع أوكرانيا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد أو مشاركة في الهجوم ضد أوكرانيا شد وجذب بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية المحتدمة وفي تطور آخر بشأن الأزمة يواصل للجانبان تبادل الاتهامات بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا اتهامات متبادلة بين روسيا من جهة وكل من الغرب وأوكرانيا من جهة أخرى بعد أن أثيرت مخاوف من الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية موسكو ومن خلال مبعوثها إلى الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي للتأكيد على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية اتهام نفته واشنطن على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مؤكدة أن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مواصفتها باتهامات موسكو المعلنة دون أدلة عن أنشطة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون ذريعة لشيء جار تنفيذه الأمم المتحدة من جانبها أكدت أنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إزومي ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى حضر دولي على مثل هذه الأسلحة كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى على جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت أوكرانيا بقوة بتدمير مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية الموجودة في مختبرات الصحة العامة بالبلاد لمنع أي تسرب محتمل يمكن أن ينفر الأمراض بين سكانها فعلى غرار دول أخرى كثيرة لدى أوكرانيا مختبرات لبحث كيفية تخفيف التهديدات التي تمثلها الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كل من الحيوانات والبشر ومن بينها وأحداثها كورونا تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجولة ملدوفا وذلك في إطار عملية تنصقها المفوضية الأوروبية وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا على تويتر أن الرئيس إمانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين موضحا أن هذه هي أول عملية كبيرة من هذا النوع أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تنظر في الأزمات الإنسانية التي تسببها العقوبات على روسيا ونوها كيربي إلى عدم وجود أي تهديدات وشيكة تتعلق من عدم الأمن الغذائي في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترأي مخاوف حتى الآن بشأن الأمن الغذائي قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة بعد العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وأكد المسؤول الروسي أن بلاده كانت مورذا موثوقا به للطاقة وأشار إلى استعدادها لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لازم الأمر مضيفا أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل مقابل النفط والغاز والقهرباء أعلن الرئيس الوكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبل سقوط محطة الفضاء الدولية مطالبا برفع هذه الإجراءات وأكد روغوزين أن العقوبات ستؤدي إلى الترابي تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية وأضف أن الأمر قد يتسبب في سقوط محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده تدرسوا اتخاذ خطوات ملموسة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتأتي هذه العقوبات بتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا وأشار كيشيدا إلى أن كل دولة على وشك العمل على خطوات ملموسة في هذا الصدد معربا عن رغبته في اتخاذ إجراءات محددة بالشراكة مع أعضاء مجموعة السبع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة